مشروع قانون التعليم العالي محور النقاش خلال اليوم الدراسي الذي نظمته مجموعة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشعرين والنقابة الوطنية لموظفية التعليم العالي والأحياء الجامعية بهدف تقديم قراءة نقدية لهذا المشروع وأبرز المسجدات التي يقدمها لمواجهة رهانات قطاع التعليم العالي خديجة الجمالي وأمين عموري قراءة في مضامين مشروع قانون التعليم العالي ملاحظات شكلية وأخرى على مستوى المضمون هدفها إبراز الإضافات التي يحملها وتسليط الضوء على النقاط والمحاور التي تتطلب مزيدا من النقاش في أفق إيجاد حلول أكثر نجاعة للاستجابة لانتظارات قطاع التعليم العالي ما يتعلق بالشكل فأحنا لاحظنا بأنه فيه كثرة النصوص التنظيمية ما يتعلق بالمضمون لاحظنا أنه جاء بعض الهياكل لما كانت القانون 0-1-0 وجاء بهذه القانون فيها ما هو إيجابي ولكن فيها أيضا ما هو سلبي فهناك تم إحداث مجلس الإداري مجلس الإداري هو هيكلة جديدة ما كانت في القانون السابق ولكنها تمس باستقلالية الجامعة لقاء يهدف إلى تعزيز النقاش المواكب لمصار إصلاح منظومة التعليم العالي كيجي في واحد السياق اللي كينا استراتيجية ديال الرؤية استراتيجية اللي نزلها المجلس الأهل الطبيعي وتكوين 2015-2030 اللي نزلت واللي غا تعالج واللي تذكرت على تعليم بصفة عمام من تعليم الأولي إلى تعليم العالي والبحث العلمي مستجدات مشروع قانون التعليم العالي سؤال استقلالية الجامعات وسبل إرساء الحكامة الجيدة محاور شملتها مداخلات المشاركين في هذا اللقاء بهدف تقديم جملة من التوصيات الهدفة إلى تعزيز مشروع قانون التعليم العالي بمضامين تستجيب لكل الانتظارات اشتركوا في القناة